النهاردة عمر مرموش عمل افضل مبارياته على الاطلاق في البطولة عمل افضل مبارياته على الاطلاق مع منتخب مصر حتى مباراة ليبيا اللي خد فيها افضل لعب وسجل هدف رائع جدا دي افضل من اي مباراة ليه بقى ان عمر مرموش اتحكم في الاداء الهجومي لمنتخب مصر هو اللي كان بيقف على الكورة هو اللي كان بينقل الكورة هو اللي كان بياخد الكورة وينطالك هو اللي كان بيمرر الكورة فعمل أداء رائع جدا لحد ما خرج محمد صلاح النهاردة وقف كونان اللي افتباك أو زهير أيسر بتاع كودفور اللي هو أفضل زهير أيسر في البطولة وقفه عند حده دفاعيا ما خلهوش أبدا ينطلقه جميعا ويمس الخطورة على منتخب مصر عشان بس إنت ممكن تقيم محمد صلاح بفرصة أو بجول بس محمد صلاح النهار لو وجوده في الملعب خف عليك ضغط هجومي مرعب من منتخب كودفور وعمل اتنين أسست رائعين جدا واتنين يعني كان ممكن يبقى أسست واحدة العمر السلائي واحدة المصطفى فاتحي وكان أداءه ممتاز جدا في المباراة مصطفى محمد كان مسته في المباراة النهاردة أنه كان بيرهك دفاع المنتخب الإفواري بيدغط جامد بيدرب جامد بيدرب يعني يضرب كورة يعني اللي هو بيخش كتف كتف في كل اللاعبين كان أداءه رائع أيضا النهاردة زيزو نضك بشكل مدهش وبقى لعيب عظيم جدا وبقى لعب مهم جدا محمد شريف الحبة اللي شارك فيهم برضه وعمل مجهود كبير جدا وأداء أيضا مميز جدا تريزيجيه رغم الناس قاعدوا يقولوا يا تريزيجيه حرام عليك فرص كتيرة بالضيع تريزيجيه هو أكتر لعب سدد كرات في منتخب مصر النهاردة في الدقائل قول إيلا للعبهم أنا بالنسبة لي دي النقطة الإجابية تريزيجيه راح للجول خمس مرات خمس مرات صوا بالكرة ما جاتش فيه مولة واحدة هتعامل معنا حسية المباريات وحسية المرمة دي لسه ما جاتلوش بسبب الإصابة الطويلة بس يكون إنه هو ينزل كبديل ويبقى أكتر لعب في منتخب مصر دي كرات فده امتياز ونجاح أيضا أو يعني شيء جيد من تريزيجيه إنه يعمل كده كان هيبقى الامتياز أكبر لو سجل واحدة منهم هدف النهاردة كل اللعبين رجالة كل اللعبين كانوا مميزين كل اللعبين عملوا دور مش طبيعي هاي العظيم على مدار المية وعشرين دقيقة أرجوكم فرصة نتجمع حوالين المنتخب تاني فرصة ننسى أهلي وزمالك شوية أنا فرحان جدا أنا شفت النهاردة الناس على تويتر بيكتبوا الأهلوية بيكتبوا وبيشيدوا بفتوح وبجبل شايف الزمالكوية وهم بيشيدوا بمحمد الشناو وحمد فتحي وباقي اللعبين فرحان فرحان بالروح دي رجعي تاني وسبحان الله هو المكسب والأداء الكويس بيخلي الأمور هادية ونفسية الناس هادية والعصبية بتقل لو مكسب منتخب مصر كده كده غصبا عننا غصبا عننا غصبا عننا حتى لو في نفسياتنا أي شيء أو يعني منحب أندياتنا أكتر من منتخب مصر للأسف أول ما المنتخب بيعمل أداء محترم وبيعمل أداء في روح وقلب كلنا بنروح نلتفع حواليه بدون نصيحة وبدون محد ينصحك وليقول لك اعمل كده ولا اعمل كده فالحمد لله إن دا حصل النهاردة ربنا يا ربي يكملها على خير المهم إن احنا شفنا روح وقلب منتخب مصر مرة تانية المهم إن احنا تأكدنا إن احنا عندنا لعيبة رائعة جدا المهم إن احنا فهمنا إن احنا ما نبلغش تاني من قدرات المنافس اللي قدامنا منفضاتش نقول يانها ربيت هنلاعب كودفار ياخبا ربيت هنلاعب نجاريا ياخبا ربيت هنلاعب السنغال ياخبا ربيت هنلاعب المطش الجاي مع المغرب يا سيدي دا راس براس يعني راس براس احنا برضو مش قليلين المغرب عندها مثلا أشرف حكيمي احنا عندنا محمد صلاح طريقة أبدا اللعب في العالم عادي يعني يعني لو انت فاكر ولو عندهم ياسين بونو فاحنا عندنا محمد الشيناو عندنا الجبل عندنا يعني فبسيطة يعني ما تبالغش في قدرات اللي قدامك تعال نبالغ في قدرات لعبتنا تعال نفرح بيهم ونشجعهم ونسندهم ونقول عليهم أعظم لعيبة في العالم أنا مش هنسى التصريح اللي قاله كيروش قبل ما يسافر لما قال أيوة أنا معاي أفضل لعبين في العالم أنا في نظري دول أفضل لعبين في العالم حتى لو زيها الكريسيان ونناله حتى كان بيقولها بيهزار يعني حلو نشوف لعبتنا كبار نشوف لعبتنا يقدروا نشوف لعبتنا يقدروا يفوزوا بالبطولة وإن شاء الله نعدي مبارات المغرب الصعبة جدا في دوري التمانية يوم الحد اللي جاي نعدي مبارات المغرب الصعبة